السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي الطلبة في حصة جديدة من حصص اللغة العربية لهذا اليوم كيف أنتم وكيف أصبحتم؟ هل أنتم جاهزون للحصة؟ هيا لنبدأ في الحصة السابقة يا أول تعرفنا على حرف جديد من حروف اللغة العربية وهذا الحرف يا أول هو حرف حرف الحاء أحسنتم حرف الحاء وما صوته يا أول؟ صوته إح صوته إح أحسنتم هيا من يتذكر كلمة في بدايتها حرف الحاء؟ حصان أحسنتم حامد رائع وكلمة في آخرها حرف الحاء ملح أحسنتم وتفاح رائع تعرفنا على نطق حرف الحاء يا أول ما الحركات ومع المقاطع إح ح ح ح ح ح حن ح ح ح ح أحسنتم حللنا أيضا كلمات تحوي حرف الحاء وركبنا كلمات تحوي حرف الحاء اليوم يا أول بدنا نتعرف على طريقة كتابة حرف الحاء أمرر قلمي ثم ألون لحظي أول هاي النقاط الصغيرة بدنا نمرر القلم عليها بدنا نكتب بشكل صحيح بهذا الشكل على السطر الآن نعمل تتبع للأسهم نمشي مع السطر نوجف لهون إذن هذا شكل حرف الحاء في بداية الكلمة وفي وسط الكلمة الآن ننتقل إلى شكل حرف الحاء في آخر الكلمة بهذا الشكل أحسنتم نعمل تتبع للأسهم رائع أحسنتم الآن يا أول أملأ الفراغة بالشكل المناسب لحرف الحاء ثم ألفط لحظي أول حرف الحاء إلى شكلين حكينا لاحظ الفراغ في بداية الكلمة إذن شكل حرف الحاء رقم واحد أم رقم اثنان رقم واحد أحسنتم لأنه في بداية الكلمة بمسك بالحرف اللي بعده طيب اقرأ الكلمة حما 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 أحسنتم الكلمة الثانية الحرف الناقص يأول في وسط الكلمة أي الشكلين في وسط الكلمة رقم واحد أم رقم اثنان رقم واحد أحسنتم طيب الحرف اللي قبله إيش عامل ما دئيده معناته إيش بده يعمل حرف الإح بده يمسك فيه وبده يمسك بالحرف اللي بعده يس حابو يس حابو أحسنتم والآن انظر الحرف الناقص يأول في بداية الكلمة وشكل حرف الحاء اللي في بداية الكلمة الشكل رقم واحد أحسنتم نكتب بهذا الشكل وبمسك بالحرف اللي بعده حراسة 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 لاحظ الفراغ في آخر الكلمة شكل حرف الحاء اللي بنحطي أول في آخر الكلمة شكل رقم واحد أم اثنان اثنان أحسنتم طيب ننتبه للحرف اللي قبله شماله حرف رافس معناته بتيجي الإح بتوقف هون وما بتمسك بالري فري ح فريحة فريحة الآن بدنا ننتبه لطريقة الكتابة على السطر أكتبه بخط جميل لاحظي أول طريقة الكتابة نعمل سن صغيرة بدنا نطلع لفوق بدنا ننزل بعدين نعمل بطن كبير عليها حركة سكون إح مرة أخرى هي أول نعمل سن صغيرة ننزل شوي نعمل بطن كبير والحركة فتحة لاحظي أول أنه حرف الح ما بلمس السطر بيكون شوي منه فوق السطر والبطن تحت السطر يلا يا أول مرة أخرى نعمل سن صغير نطلع لفوق نفس الجبال نوقف بعدين نعمل بطن كبير حو سن نطلع نعمل جبل صغير نعمل بطن نحط الكسرة حي الآن نكتب ح سن نطلع لفوق شوي ننزل على السطر ح أحسنت مرة أخرى نعمل جبل صغير نطلع لفوق شوي ننزل على السطر ح مرة أخرى نطلع فوق شوي نعمل زي شكل الجبل نمشي ننزل مع السطر نعمل ح ح ح ح ح ح في بداية الكلمية أول نكون قريبة من السطر نعمل جبل صغير نمشي شوي ننزل على السطر ح إن مع الآن ح نعمل مع الضم ح نعمل نعمل إي فتحة ي إح تنزل مع السطر يح بعدين الإر إلها السن وتنزل يح ر الاس ثلاث سنان وبطن كبير يح ر س يح ي ي اي فتحة ي الاس ثلاث سنان صغيرة يس ب سن صغير مع الفتحة يس ب بعدين الإح في آخر الكلمة ولاحظوا يا أول إنه راس الإح ما بلمس السطر يسبح س س ح ر س حر ت إر تر س تر س تر تر س إذن بهذه الطريقة يا أول يكتب حرف الح ننتقل إلى الكتابة في كراسة الطالب حرف الح أكتبه بخط جميل طبعا التمرين الأول ألون أكتبه بخط جميل بدنا نكتب سطر 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 طبعا دائما نبدأ من الأخير إح طبعا أول بدنا نحركهم لحتى نعرف نقرأ إح ح ح ح ح بدنا نكتب بهذا الشكل إح في آخر الكلمة أول بنعمل هيك بننزل بطنة كبيرة ح في وسط الكلمة أول أو في أول الكلمة بننزل كمان مع السطر بنعمل الضمح نعمل زي جبل صغير وننزل بطن كبير ح ح ح ح م دون م م دون س م ح ح س دون حامدن أو حامدو مح مو دون س س م ح ح نح نحن ندرس فرحين نحن ندرس فرحين نحن ندرس فرحين نح ن ن ن ن إد ند رو ندرس س س ف ر ح ن فرحين فرحين نحن ندرس فرحين نحن ندرس فرحين ن ن شكرا